طاقتكم لهذه القراءة أعزائي الطاقة العامة لكم هي طاقة الفرح والسعادة والبهجة في هذه الفترة فأنتم في هذه الفترة تعيشون حياتكم برج جوزاء وتفرحون وتمرحون مع الأصدقاء مع الأحباء تذهبون في نزهات هناك احتفالات ربما احتفالات زواج احتفالات خطوبة احتفالات في العائلة احتفالات في أعياد الميلاد في هذه الفترة أنتم تجهزون الاحتفال كبير احتفالات لعيد ميلاد لأفرح في العائلة أنتم إذن تفرحون وتمرحون أو ربما أنت في هذه الطاقة أنت مسرور جدا مع أصدقائك مع عائلتك مع من تحب تذهب بنزهات ربما أنت مضمن أيضا تشرب الخمر تمرح تفرح هذه هي طاقتك أعزائي أو ربما أنت أيضا في علاقة ثلاثية ربما أقول ربما أنت ترى بأن هذا الحبيب هو حزين ومبتعد عنك ربما قد حصل بينكما خصام أو أمر أدى إلى بعده عنك في هذه الفترة وحزنه الشديد على فرقك وأنت احتمال بأنك أنت أيضا من تشعر بأن هذا الحبيب هو إنسان عاطفي وحنون وبقربه تسعى بوجوده يكون طعم الحياة طعم آخر ربما أنت تمرح معه وتفرح ربما أنت تراه حزين بالرغم من أنك أنت تقدم له كل ما تقدر عليه وأنت تراه حزين أو ربما أنت تفرح مع غيره وتمرح ولكنك ترى بأن هذا الشخص المبتعد عنك بأنه هو مبتعد عنك وأنت تمرح مع شخص آخر فهو حزين بسبب هذه العلاقة الثلاثية هذا الشخص مجروح ومغدور هو يشعر بالغدر والخيانة ربما كما قلت ربما هو يشعر بأنك قمت مع شخص آخر تركته وذهبت مع شخص آخر وهو يشعر بالغدر والخيانة منك ولكن هذا الشخص بالرغم من أنه جدا متعب إلا أنه لم يفقد الأمل حتى الآن منك هذا الشخص يحبك جدا هو يعرف كلمتك جيدا هذا الشخص يشعر بأن تغييرات كبيرة حصلت في حياته أدت إلى تركبة أوضاعه تغيير أوضاعه هو لم يقدر على المقاومة بهذا الأمر ربما أنت تركته وحيدا وغدرت به وهو حصلت مثل الفاجعة بالنسبة له وهذه كانت واقعة صعبة بالنسبة له هذا الأمر قد أحزنه جدا وأتعبه هذا الأمر ربما كما قلت هذا الشخص قد شعر بأن هناك في هذه العلاقة طرف آخر وهو الآن نفسيا جدا متعب ومريض احتمالي أنه يكون مريض ومتعب وهو يرفض لكل علاقة ولكل حب قادم إليه من جديد هو في حالة نفسية جدا صعبة هذا الشخص ربما كان بينكم حب من الأساس وأنت تركته وذهبت لشخص آخر أنت تعرفت على شخص آخر وهو يشعر بالحزن والبقدام لك لأنه يحبك جدا وهو يشعر أيضا بالغدر والخيانة منك ولكنه لم يستسلم ما زال يفكر بك ومتمثل بك أنت في طاقة تعلق في هذه الفترة أنت متعلق جدا في هذا الشخص أنت أيضا تحب هذا الشخص أنت تحب هذا الشخص جدا ربما أنت لك عندك وجهة نظر مختلفة أيضا في هذه الفترة غيرت وجهة نظرك ربما كنت ترى شيئا والآن أصبحت ترى شيئا مختلف كليا عن ما كنت ترى احتمال بأنك كنت ترى هذا الشخص الذي كان معك الحبيب شخص مختلف عن الآن ربما قد أخفى عنك شيء والآن ظهر هذا الشيء وتغيرت الأمور وتغيرت وجهة نظرك له كنت تراه شيء والآن أصبحت تراه شيئا آخر ولكنك ما زلت أنت متعلق بهذا الشخص مرتبط به روحيا ربما كنت ما في علاقة الزواج أيضا وما زلت متعلق بهذا الشخص لم يحرث الانفصال الكلي بحياتك في هذه الفترة ما زلت متعلق أو أنك أنت شخص روحاني متواصل مع هذا الحبيب بشكل عالي بشكل روحي الحبيب مشاعر أو طاقة الحبيب لهذه الفترة هو عنده طاقة غضب شديد باتجاهك يشعر بالغضب والحزن الشديد في الكروت الماضية ظهر عندنا بأنه يشعر بالخوف والحزن والرفض لأي مشاعر أيضا مشاعر حب في هذه الفترة ربما شعر بالغضر الخيانة منك والآن هو غاضب منك لدرجة كبيرة يريد أن يأتي ليخانقك ليقول لك كلام جارح ليتصرف أي تصرف ممكن هذا التصرف يندم عليه لاحقا ولكن هو الآن في وضع التهور لا يقدر على ضبط نفسه ويشعر بأنه غير قادر على أن يتحمل منك أي شيء آخر هو يشعر بأنه اكتفى من كثرة الأمور التي حصلت بينكما ومن كثرة المشاكل والآن يريد أن يخرج ما في داخله من غضب بوجهك مشاعرك باتجاه الحبيب أنت تشعر مع هذا الحبيب بالاستقرار الاستقرار المادي ربما هذا الحبيب يساعدك كان ماليا أو ربما يشعر بوضعك المادي إذا كان وضعك ليس بالوضع الجيد هو يشعر بك إنسان خلوق كريم يعطيك من وقته هو طيب مشاعره صادقة حكيم عاقل متزن هو كان تشعر معه بالاستقرار المادي والعاطفي والعائل ومشاعر هذا الحبيب باتجاهك هي مشاعر تردد وقلق هو يشعر بعدم الاتزان في أمره في وضعه في هذه الفترة هو يشعر بالتردد بين أمرين بين شخصين بين شيئين ربما كان بينكم كما قلت علاقة ثلاثية وهو الآن في وضع القلق هو متردد جدا في وضع الاختيار أهيبقى معك مع هذا الطرف الآخر أو يرحل بسلام هو لا يعلم ماذا يفعل ربما أيضا هو يعاني هذا الشخص من ضائقة مادية ويحاول أن يوازل أموره ويحاول أن يعدل أموره المادية لعله يجد طريقة ليحل بها مشاكله هو يراك في مثل قيمة مالية كبيرة في حياته أنت بالنسبة له فرصة فرصة حياته أنت فرصة من عند الله بعثها الله له هو يشعر بك هكذا يشعر بك بطاقة عالية يشعر بك بطاقة الحب بطاقة الإعجاب وبطاقة الجمال هو يراك جدا جميل ويعرف كميتك جيدا هذا الشخص هو جدا يحبك نوايا هذا الشخص أن يبقى قليلا في وضعه الحالي ويحاول أن يقف مع نفسه ويحاول أن ينسى الماضي ويرفع رأسه وينسى الماضي وينسى الذكريات الأليمة التي مرت معه والأمور التي حصلت بينكما ربما الأمور السيئة التي حصلت بينكما ويحاول أن يكون متفائل أكثر وينسى الماضي كما قلت وينظر إلى المستقبل لعله يجد شيئا آخر معك هو كما قلت في الطاقة العامة هو ما زال عنده أمل بالرغم من الطاقة الصعبة الذي شعر فيها في طاقة العشر سيوف هو يشعر بطاقة كبيرة في طاقة غدر وخيانة منك ولكن هذا الشخص ما زال متمسك بك هو يحبك بطريقة كبيرة وهذا الشخص يعرف قيمتك ويعرف أنك أنت الشخص الذي تكمل عليه حياته وأنت تشعر أيضا بقيمته أنت تشعر بالاستقرار الكبير معه هو يحبك وأنت تحبه وأنت متعلق به أيضا بشكل كبير وهو عنده طاقة كبيرة وعالية ابتجاهك طاقة حب طاقة عجاب منتزجة مع طاقة غضب منك على مواقفك على أي شيء حصل منك هو يريد أن يعود لك ويتحدث معك ويقدم لك المصالحة يقدم لك طريقة لكي يعيد الأمور بها معك من قبل وربما أنت أخطأت بحقه ولكن هو يريد أن يأتي إليك ويقدم لك المودة المحبة الإعجاب الصدق في المشاعر يريد أن يعبر لك عن صدقه في مشاعره تجاهك ويحاول أن يبدأ معك يعرض عليك بأن يبدأ معك بداية جديدة العلاقة في هذه مصير علاقة في هذه الفترة القادمة هي العشرة نقود وهي هذه الزواج مصيرها هذه العلاقة هي الزواج سواء في عشر أيام قادمة أو بعد فترة الطاقة تتغير نعم ولكن هذه العلاقة إذا بقيت هكذا هي مصيرها الزواج حتما هذا الشخص يريد أن يكون معك بأي طريقة هو متمسك بك وأنت تشعر بحنين وانجذاب عالي وتواصل عالي وجاذبية باتجاهه أنت تشعر كما قالت هذه البطاقة أنت بكلامه تشعر بأن الطاقة الإيجابية تفضل إلى قلبك أنت تحبه وتحب كلامه وتحب حديثه وتحب اسلوبه بشكل كبير هذا الشخص إنساني صادق مشاعره صادقة وهو لطيف جدا وطيب القلب وهذه البطاقة تقول لك هناك رجوع وهذه البطاقة تؤكد بأن هناك رجوع إذا كنتما في خصام في زواج في انفصال ستعودان بإذن الله إلى بعضهم في الفترة الماء القادمة ولم تبعد هذه الفترة ستكون قريبة بإذن الله النصيحة لك عزيزي جوزة تقول لك هذه البطاقة إذا رجع هذا الشخص وتكلم معك لا تحاكمه لا تقول له أنت عملت كذا وأنت عملت كذا وتقول له أخطاءه إنسى